بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي تلاميذ الصف الرابع اللي ابتدائي أهلا بيكم وسهلا في درس جديد من دروس مادة الدرسات الاجتماعية هنحل مع بعض إن شاء الله اختبارات الوحدة الثانية هنحل مع بعض الاختبار الرابع بدعوكم لعمل سابسكرايب أو اشتراك على القناة مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد سؤال رقم واحد أكمل العبارات الآتية مستخدما بنك الكلمات جنوب سيناء التراث الطبيعي زو الأحتياجات الخاصة أحمد ابن طولون عمر بن العص السؤال رقم واحد المواقع الطبيعية الجميلة ذات القيمة العالية تعرف باسم التراث الطبيعي رقم اتنين يقع دير سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء رقم ثلاثة يضم مجمع الأديان جامع أحمد ابن طولون رقم أربعة أكدت المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة على ضرورة مراعاة حقوق زوية الاحتياجات الخاصة ننتقل السؤال رقم اتنين السؤال الثاني أكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة واحد يمكنك استخدام ضوء الكاميرا بجوار القطع الأسرية هذه العبارة خطأ رقم اتنين يقع صور مجرى العيون في محافظة الشرقية طبعا هذه العبارة خطأ رقم ثلاثة أنقذت اليونسكو معبة إيزيس من خطر الغرض طبعا من خطر غرض فيضان السد العالي هذه العبارة صواب رقم ثلاثة اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوصية واحد أحد آثار الحضارة الرومانية في مصر برج القاهرة الجامعة الأزهر حصن بابليون أبو الهول طبعا برج القاهرة دي حضارة حديثة الجامعة الأزهر دي الحضارة الإسلامية أبو الهول دي حضارة فرعونية حصن بابليون دي حضارة رومانية يبقى إذن أختار له حصن بابليون رقم اثنين تدعن مصر السياحة المستدامة من خلال مشاركتها في مبادرات دولية لحماية النباتات الشوكية الشعاب المرجانية النباتات الحولية الأشجار المتحجرة طبعا نقوله الشعاب المرجانية اسأل رقم تلاتة تسعة دولة لإقامة متحف مفتوح في منطقة الغرية السيدة عائشة الأهرامات السيدة زينة طبعا الأهرامات اسأل رقم أربعة أمامك خريطة صماء لمصر اكتب أو وضح مدلول الأرقام الموقعة عليها رقم واحد المنطقة دي فيها محمية اثنين محمية رأس محمد رقم اثنين منطقة مدرجة على قائمة التراث العالمي اللي هنا دي موجودة في المنطقة دي في الإسكندرية اسمها ايه؟ طبعا منطقة أبو مينة رقم ثلاثة اللي من فوق خالص هنا ده البحر المتوسط السؤال رقم خمسة أجب عما يلي واحد دلل يعني دلل يعني اعطي دليلا عايز دليل على ان بتزدهر سياحة المؤتمرات والمهرجانات في مصر بالنسبة لسياحة المؤتمرات فيه مؤتمر النقل الزكي للشرق الأوسط وايه وإفريقيا طب المهرجانات مهرجان الإسماعيلية للفنون ايه؟ الشعبية السؤال الأخير فسر يعني أذكر السبب بتصدر الدولة قوانين تجرم الإتجار بالأثار أو الاعتداء عليها ايه السبب؟ أولا لأن المواقع الأسرية والأماكن السياحية لها قيمة تاريخية واقتصادية كمان ممكن أقول له إجابات تاني الدولة تجرم الإتجار بالأثار للحفاظ عليها للحفاظ على ايه؟ على الأثار يمكن أقول له الدولة تجرم الإتجار بالأثار أو الاعتداء عليها ليه؟ للحفاظ على الأثار أو للحفاظ عليها بكده حبابي ننتهي من حل الاختبار الرابع من اختبارات الوحدة الثانية بدعوكم لعمل سبسكرايب او اشتراك على القناة مع تفعيل زر الجرس تكسلكم كل جديد والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته